نحاول أن نتعرف عن العلاقة بين هذه الوحدة الموجودة في هذه الخانة ووحدة المتر إذن لدينا هنا واحد وهنا سفر إذن هذا القياس هو عشر متر أو ما نسميه بعشرات المتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الثالث قياس الأطوال أجزاء ومضاعفات المتر الأهداف أولاً تعرف مضاعفات المتر والعلاقات بينها وتوظيفها لحل وضعية مسألة ثانياً إجراء التحويلات على وحدات قياس الأطوال مقارنتها وترتيبها فلنبدأ على بركة الله بتقويم تشخيصية يتم أثناءه تذكير المتعلمين بمكتسباتهم السابقة فيما يخص وحدات قياس الأطوال إذن ما هي الوحدة الأساسية لقياس الطول؟ يعتبر المتر هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال أجزاؤه هي الديسيمتر، السنتيمتر والمليمتر ويمكن أن نستخلص العلاقات بين وحدات قياس الأطوال اعتماداً على جدول التحويلات بحيث أن واحد متر يساوي عشرة ديسيمتر ديسيمتر اسمه يعبر عليه يعني ديس ديسيمتر وواحد متر يساوي مئة سنتيمتر يعني صون سنتيمتر وواحد متر يساوي أيضاً ألف مليمتر يعني ميل مليمتر ويعتبر المليمتر هو أصغر وحدة لقياس الأطوال هل يعتبر المتر هو أكبر وحدة لقياس الأطوال؟ أم أن هناك وحدات أخرى أكبر من وحدة المتر؟ وهذا ما سوف نراه في هذا الدرس ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها على مضاعفات المتر وعلاقتها بالمتر وتوظيفها لحل وضعية مسألة طلب أستاذ من متعلمين يسكنان بنفس البناية بقياس المسافة الفاصلة بين المدرسة ومحل إقامتهما المتعلم الأول قام بحساب عدد الخطوات التي يخطوها يومياً إلى المدرسة ليجد 1520 خطوة المتعلم الثاني قام بمراقبة عداد السيارة التي تنقله يومياً إلى المدرسة ليجد القياس المسجل هو 1 كم و520 متراً أولاً إذا علمت أن قياس الخطوة هو 1 متر فما هو قياس المسافة بين المدرسة والبناية بالمتر؟ ثانياً انطلاقاً من القياس المحصل عليه بالنسبة للمتعلم الثاني استنتج العلاقة بين المتر والكيلومتر إذن بعد قراءة وضعية المسألة وفهم مضمونها ومعناها نمر لاستخراج المعطيات الأساسية طلب أستاذ من المتعلمين يسكنان بنفس البناية قياس المسافة الفاصلة بين المدرسة ومحل إقامتهما المتعلم الأول قام بحساب عدد الخطوات التي يخطوها إلى المدرسة ليجد ألف وخمسمائة وعشرون خطوة والمتعلم الثاني قام بمراقبة عدد السيارة ليجد القياس المسجل هو واحد كيلومتر وخمسمائة وعشرون متراً إذن إذا علمت أن قياس الخطوة هو واحد متر فما هو قياس مسافة الفاصلة بين المدرسة والبناية بالمتر؟ إذن المسافة الفاصلة بين المدرسة والبناية هي ألف وخمسمائة وعشرون خطوة والخطوة قياسها هو واحد متر يعني ألف وخمسمائة وعشرون متراً سؤال الثاني انطلاقاً من القياس المحصل عليه بالنسبة للمتعلم الثاني وهو واحد كيلومتر وخمسمائة وعشرون متراً سوف نستنتج العلاقة بين المتر والكيلومتر إذن كما نعلم أن المتعلم الأول وجد قياس ألف وخمسمائة وعشرون متراً هي نفس المسافة التي يقطعها المتعلمين معاً والمتعلم الثاني وجد واحد كيلومتر وخمسمائة وعشرون متراً ماذا يعني ذلك؟ يعني أن قياس المتعلم الأول هو يساوي قياس المتعلم الثاني يعني واحد كيلومتر وخمسمائة وعشرون متراً هي تساوي قياس ألف وخمسمائة وعشرون متراً لدينا واحد كيلومتر زائد خمسمائة وعشرون متراً نفكك أيضا هذا العدد والذي يساوي ألف متر زائد خمسمائة وعشرون مترا إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا لدينا خمسمائة وعشرون تساوي القياس خمسمائة وعشرون ماذا يعني؟ يعني أنه بقي لدينا هنا واحد كيلو متر وهنا ألف متر ومن هنا نستنتج أن واحد كيلو متر يساوي ألف متر وهذه هي العلاقة بين الكيلو متر والمتر السؤال الثالث ما هي المسافة المقطوعة يوميا بين المدرسة والبناية؟ علما أن المدرسة تعتمد التوقيت المستمر توقيت المستمر يعني ذهاب وإياب يعني أيضا أن المتعلمين يقطعان هذه المسافة مرتين وفي حالة التوقيت العادي المتعلمين سوف يقطعان هذه المسافة أربع مرات إذن هنا سوف نستعمل الضرب ولدينا طريقتين طريقة الأولى سوف نأخذ المسافة المقطوعة بالمتر ونضربها في إثنان إذن في هذه الحالة أول شيء سوف نكتب القياس لدينا الصفر نضع الصفر ونضرب العدد مرة في الوحدات مرة في العشرات ومرة في المئات إذن إثنان في إثنان تساوي أربعة إثنان في خمسة تساوي عشر نكتب الصفر ونحتفظ بواحد في الآلاف إثنان في واحد إثنان وواحد تساوي ثلاثة ونجد القياس بالمتر وأيضا يمكننا أن نستمر ونفكك هذا القياس فنكتب ثلاثة آلاف متر زائد أربعون مترا ونعلم أن واحد كيلو متر تساوي ألف متر يمكننا أيضا أن هذه الكتابة نكتبها على شكل كتابة ضربية فنكتب ثلاثة في ألف متر زائد أربعون مترا إذن ثلاثة في ألف متر هي واحد كيلو متر زائد أربعون مترا تساوي ثلاثة كيلو متر وأربعون متر هناك طريقة ثانية سوف نضرب القياس بالكيلو متر والمتر في إثنان هنا سوف نحاول أن نكتب هذه الكتابة على شكل كتابة واحد كيلو متر زائد خمسمائة وعشرون متر هنا سوف نستعمل خاصية توزيعية الضرب على الجنة إذن مرة نضربه في قياس كيلو متر ومرة نضربه في قياس المتر فنكتب إثنان في واحد كيلو متر زائد إثنان في خمسمائة وعشرون مترا إثنان في واحد هي إثنان ويبقى لدينا القياس كما هو زائد هنا لدينا إثنان في خمسمائة وعشرون مترا نكتب القياس المتر لدينا السفر نضع السفر ونضرب إثنان في إثنان أربعة إثنان في خمسة تساوي عشر مرة أخرى لدينا إثنان كيلو متر نفكك العدد ألف وأربعون متر نكتبه على الشكل ألف متر زائد أربعون متر إذن نعلم أن ألف متر تساوي واحد كيلو متر إذن نحاول أن نكتبه على الشكل إذن نحاول أن نحوله إلى الكيلو متر زائد واحد كيلو متر زائد أربعون مترا إذن إثنان كيلو متر زائد واحد كيلو متر تساوي ثلاثة كيلو متر زائد أربعون متر التي تساوي ثلاثة كيلو متر وأربعون متر إذن هذه الكتابة هي هذه الكتابة وبالتالي نجد نفس النتيجة التي استعملناها في الطريقة الأولى وهي المسافة التي يقطعها المتعلمين معا يوميا إذن يمكننا هنا أن نستنتج أمرين أولهما أن هناك وحدة أخرى لقياس الأطوال أكبر من وحدة المتر الملاحظة الثانية أن هنا لدينا واحد كيلو متر زائد ألف متر لا يمكننا حساب مجموع هذين القياسين إلا إذا قمنا بكتابتهما معا بنفس الوحدة وبالتالي لقياس المسافات الكبيرة نستعمل الكيلو متر بحيث واحد كيلو متر يساوي ألف متر ولحساب مجموع قياسات الأطوال نكتبها بنفس الوحدة بائما مع وضعية الانطلاق ونتمن مع السؤال الرابع إذن تعرفنا أنه لقياس المسافات الكبيرة نستعمل الكيلو متر باعتبار أن هذه الوحدة أكبر من وحدة المتر بألف مرة إذن فيما يمكن استعمالها يمكن استعمال وحدة الكيلو متر مثلا لقياس طول النهر لقياس المسافات بين المدن لقياس سباق المسافات الطويلة أو ما نسميها بسباق الماراتون سؤال خامس أبين العلاقة بين المتر والكيلو متر على جدول التحويلات كما نعلم أن واحد كيلو متر يساوي ألف متر نضعها على جدول التحويلات إذن نضع سفر في المتر سفر سفر وواحد يعني أن واحد توجد في خانة الكيلو متر هنا لدينا سفرين يعني هناك خانتين يعني وجود وحدتين نحاول أن نتعرف عن العلاقة بين هذه الوحدة الموجودة في هذه الخانة ووحدة المتر إذن لدينا هنا واحد وهنا سفر إذن هذا القياس هو عشر متر أو ما نسميه بعشرات المتر عشر متر يقدر استعمالها لقياس ماذا مثلا؟ لقياس علوف منزل منزل بطبقين يسمى هذا القياس بالديكامتر ونرمز له بالديا آن إذن عشر متر هي وحدة قياس الأطوال تسمى بالديكامتر نأتي هنا إلى هذه الخانة أيضا سوف نرى علاقة أو هذه الوحدة الموجودة بهذه الخانة مع وحدة المتر فنلاحظ أن قياسها هو مئة متر إذن في ماذا يمكننا أن نقدر قياس مئة متر؟ مثلا لقياس طول ملعب كرة القدم ونسمي هذا القياس بالهكتومتر ونرمز له بـ HM إذن مئة متر هي وحدة قياس تسمى بالهكتومتر إذا كانت كل من الديسيمتر والسنتيمتر والميليمتر هي تسمى بأجزاء المتر فماذا يمكننا أن نسمي كل من الكيلومتر والهكتومتر والديكامتر؟ نسميها بمضاعفات المتر لأن مثلا الكيلومتر هو أضعاف ألف مرة المتر الهكتومتر هو أضعاف مئة مرة المتر والديكامتر هو أضعاف عشرة مرات المتر ننتقل مع وضعية ثانية والتي سوف نقوم فيها بإجراء تحويلات على وحدات قياس الأطوال أيضا مقارنتها وترتيبها بدءا بالسؤال الأول أحوله إلى الوحدة المطلوبة إذا لدينا هنا 9 ديكامتر و75 ديسيمتر نريد أن نحولها إلى وحدة السنتيمتر إذا أول شيء نبدأ بـ 9 ديكامتر إذن سوف نضع 9 في خانة الديكامتر ثم 75 ديسيمتر سوف نضع 5 في خانة الديسيمتر و7 في الخانة التي تسبق الديسيمتر لنجد 975 ديسيمتر نريد أن نحولها إلى السنتيمتر بهذه الحالة سوف نتمن بالسفر إلى حدود خانة السنتيمتر فنجد القياس هو 9750 سنتيمتر بنفس الطريقة لدينا 6 كم 240 ديسيمتر نحولها إلى المتر سوف نضع 6 في خانة الكيلومتر إذن نضع هنا 6 في خانة الكيلومتر 240 ديسيمتر السفر يكون في خانة الديسيمتر نضع هنا السفر في خانة الديسيمتر ونتمي 4 2 كل رقم في خانة الآن سوف نصل بين هذه الأرقام بالسفر المطلوب هو أن نحول إلى خانة المتر سوف نذهب إلى خانة المتر نحاول أن نضع الفاصلة أو نصل بيدنا فنقرأ العدد 6024 متر 6024 متر نمر للقياس الموالي لدينا 8 هكتومتر 890 متر نحولها إلى الدكامتر والمتر إذن نضع هذا القياس على الجدول إذن 8 نضعها في خانة الهكتومتر نذهب إلى خانة الهكتومتر ونكتب 8 لدينا 890 ديسيمتر رقم واحدة الذي هو صفر النعو في خانة الهكتومتر نذهب إلى الهكتومتر نكتب 0 9 8 فنجد العدد 8890 المطلوب هو أن نحولها إلى الدكامتر والمتر سوف نذهب إلى خانة الهكتومتر ونقرأ إلى حدود خانة الهكتومتر إذن ماذا لدينا؟ 88 ماذا؟ ديكامتر نكتب 88 ديكامتر انتهينا من قياس ديكامتر ماذا بقي لنا في خانة المتر؟ بقي 9 ونكتب 9 إذن 88 ديكامتر وتسعة متر سؤال الثاني نقارن بوضع الرمز المناسب إذن لدينا هنا 4 هكتومتر 53 متر نقارنها مع 68 ديكامتر إذن سوف نضع القياسات على الجدول إذن 4 هكتومتر نضعها في خانة الهكتومتر و53 متر إذن رقم الوحادات في خانة المتر 53 متر ثم نضع القياس الثاني وهو 68 ديكامتر إذن 8 نضعها في خانة الديكامتر 68 ديكامتر إذن للمقارنة يجب أن نحول إلى نفس الوحدة الأصغر وحدة لدينا هنا بالنسبة لهذه القياسين هي المتر إذن سوف نتمم بالصفر كي تصبح لدينا نفس القياس إذن 453 متر 680 متر هنا يمكننا أن نقوم بالمقارنة للمقارنة بين عددين من ثلاثة أرقار نبدأ المقارنة برقم المئات إذن فنجد هنا أن لدينا أربعة أصغر من ستة وبالتالي هذا القياس أصغر من 68 ديكامتر بنفس الطريقة نستعملها مع القياس الموالي 7800 متر إذن نحاول أن نضع هذا القياس على الجدول إذن سفر في خانة المتر سفر ونسميم سفر تمانية سبعة إذن نقارنها مع سبعة كيلومتر تمانون ديكامتر أيضا نضعها على الجدول سبعة في الكيلومتر تمانون ديكامتر إذن سفر في خانة الديكامتر وهنا لدينا ثمانية إذن نحاول هنا إلى أصغر وحدة لدينا هي المتر نضع هنا السفر إذن كما نرى لدينا سبعة آلاف وتمانمئة وسبعة آلاف وتمانمئة إذن القياسين متساويا ونضع الرمز تساوي سؤال الثالث أرتب الأطوال التالية ترتيبا تناقصيا إذن نحاول أن نضع هذه القياسات على الجدول إذن نبدأ بـ 930 سنتيمتر إذن نرقن الوحدات في خانة السنتيمتر سفر ثلاثة تسعة نتمم تسعة كيلومتر إذن نضع تسعة في خانة الكيلومتر 9030 ديكامتر سفر في خانة الديكامتر ونتمم سفر ثلاثة سفر تسعة لعاء القياس الموالي 9650 متر أيضا سفر في خانة المتر إذن سفر خمسة ستة تسعة نحاول أن نحاول جميع الوحدات إلى المتر إذن هذا القياس أيضا نحاوله إلى المتر هنا لدينا القياس هو تسعة متر وثلاثون سنتيمتر إذن أكبر قياس لدينا إذن لدينا هنا تسعة آلاف وتسعة آلاف ستمائة وخمسون متر أكبر من قياس تسعة كيلو متر أيضا نشطب ونكتب تسعة كيلو متر بقي لدينا تسعمائة وتلاتة متر مع تسعمائة وتلاتون سنتيمتر إذن القياس الأكبر هو تسعمائة وتلاتة متر يعني تسعة آلاف وتلاتون ديسيمتر وفي الآخير قياس تسعمائة وتلاتون سنتيمتر وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته